ويبقى هنا نفهم أن الحب هو الأمان وعرم قعدته الأمان وأضلاعه هي الاهتمام والاحترام والتأدير وشفنا أن عدد من الزيجات أو حتى عدد من الاتباطات في الخطوبة اللي بتكون موجودة بيدافع الحب المحبة المحبة اللي هي اللي هي الإعجاب بيكون واضح فيها الانتهاء وعدم الاستمرار أكتر من اللي بتيجي من خلال التعارف الطبيعي اللي بيحصل بين الناس وبيراعي فيه كل الأبعاد وبيبقى أحد التحديات الأساسية ما بين الزوجين عن حب هو رفع سقف التوقعات هي دخلة في سقف التوقعات إنه هيفهمها من غير ما تتكلم بنظر تعين ومن غير ما تفهم إنه رفع سقف التوقعات ده ممكن يضر أكتر ما ينفع ويبقى بيقية رفعها لسقف التوقعات على فكرة بيقال لتنين رفعين سقف التوقعات هو رفع سقف التوقعات إنه هتعمل كل مفوساها عشان تساعده لأنه هو بيحبها وهي فهمة أنه هو يفهمها من غير ما تتكلم فيا إيه اللي يحصل فرفع سقف التوقعات عندهم بيكون أعلى دايما بس الزوجات بيبقى عندها رفع سقف التوقعات نعم أعلى من المتزوجين يبقى إيه اللي حاصل ده بيحصل في الزواج اللي عن حب الزواج اللي عن إعجاب بيترفع سقف التوقعات وعشان كده فيه انطباع مش هقول دراسة انطباع بتقول ان الزيجات اللي بتيجي عن حب بيبقى أسرع إليها المشكلات ليه عشان رفع سقف التوقعات ده مش معناه اننا بنقول مفيش حب يعني مفيش جواز بيتبني على إعجاب لكن بنقول ان الحب والإعجاب عنصر وده مش معناه ان احنا بنقول ان الإعجاب ده اللي هو بيوصلنا إلى حب أنا بسميه الحب النقص هو انه هو مش مهم لا الحب الرومانسي بيغلب فيه الإعجاب أكتر من الحب المتكامل الحب المتكامل بيبقى فيه كل ده عشان كده بنقول لو فيه واحد بتقدم لوحدة وبيحبها أكتر ما هي بتحبه ممكن توافق عليه لأن أساسا ما تقدرش نقيس مين بيحب التاني أكتر فالحب قيمة وفي الحقيقة السؤال اللي بيسألوه له زواج مين بيحب التاني أكتر لما الزوجة تسأل زوجها ومين بيحب التاني أكتر بيبقى سؤال مفخخ هي في الحقيقة مش هتقدر تقول ان أنا مين اللي بيحب التاني أكتر ولما بيدخله ويحاول واحد من الاتنين يقيس يقول له أنا بيحب التاني أكتر عشان تضحيتي أكتر بيبقى اللي بيحصل ده خطأ مش سواب لأن الحب ده قيمة فما ينفعش أن احنا نسأل عنه ونقيسه بيبقى قصد إيه الزوج أو الزوجة لما تقول مين اللي بيحب التاني أكتر منه أنه محتاج أن الزوج أو الزوجة تعبره عن حبها بيبقى في بعض الأحيين محتاج أن الزوج يقول لها بحبك أو محتاج أنه يطبطب عليها أو يحن عليها فيقول لها بحبك والحكاية دي بتكون قصدين فيها الغزل في بعض الأحيين أن الحب يكون متبادل في أوقات كتيرة لما بتقول له مين بيحب التاني أكتر هي أصدى أنه يغزلها يكلمها عن هي إزاي في عينه زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغازل السيدة عائشة ويقول لها كلام عن حبه ليها وإزاي هو شايفها صلى الله عليه وسلم يبقى مقيس الحب أن شريك الحياة يبقى سعيد ربنا خلق الحب في الكون عشان يكون بوابة كبيرة للسعادة والحب عندنا هو حب العشرة ده الحب المتكامل اللي بيعيشه الإنسان وهو ده الحب المتكامل وده مش معناه أن الحب الرومانسي مش مهم لكنه جزء من الحب المتكامل ولازم نعرف أن الرجالة بيحبوا الحب المريح والستات بتحب الحب الآمن ترجمة نانسي قنقر